حبيبي التور في في اكتر من شخص انت على خلاف معهم على امور تافها على امور سخيفة جدا هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية او نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع رح تخف سلطتها او رح تنتهي او رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك يعني برج التور قصدي يعني اذا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون قصدي لانه 12 برج فيعني بسهل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوية على التور فكل برج يعني بنازله لحاله وبكون ناوية عليه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط في لسانه بين برج والتاني بيكون بسبب تركيزي بالورق بسبب تركيزي مش بس بالورق فيه ابراج فيه طاقات فيه ارقام فيه يعني فيه كتير شغلات يعني ممكن انه تلفت نظر لواحد او يكون عم بيفكر فيها طول الوقت لذلك بيقربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد اه هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح اه تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن اه على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح اه تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس اه خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا اه هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك اه حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص اه شوي عنيد شوي اه ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق في لدرجة المرض فما بحكي انه هذا الشخص بيستهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن اه بين عندي هذا اه الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص اه تحت تأثير ممكن يكون اه طاقات اه سلبية من طرف اه تالت او اطراف اه اخرى عم تدخل في الموضوع اه شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر اه مبين في بعقلك الباطن امور اه اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني اه ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه اه الطرفين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اه اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا هذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة عن اللازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديها فا اه يعني برج التور اه من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة تشهر تارت تشهر كنت في تعلق اه شديد في هذا الموضوع اه وبتحاول اه انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي اه وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة اه ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش اه مأسسة على الاساسات صح فيه امور كتير غامضة فيه امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف فيه الاخبطات عم بتصير كتير بسبب اه امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش بلش يعني فيه موضوع اه عمل اه جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي نبين عندي انه قردي صارت يعني صار فيه فرصة اه عمل جديدة او نوع جديد من العمل اه برج التور اه صح روتيني اه ولكن همه همه خلينا نقول الاول اه اللي هو العمل والمال والكزا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن اه كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك ابل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار اه بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم براقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش اه بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض الطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس اه مش صح او مش اه مش متفقين على واحد اتنين تلات لا تاركينها لل اه للوقت لذلك اي اه اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة اه زواج ارتباط من شخص اه ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار اه تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية اه القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج اه رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه اه للناس المتبعدين اه رجوع ولكن اه بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لأ من اجل ممكن بعد هيك اه شايفيتك اه حبيبي برج التور من بعد صدر من الاصدقاء من بعد اه خضلان من اه واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحد فانا شايفه قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر شي اه عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في اه حمل مش لنساء برج التور لنساء رجال برج التور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج التور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك اه يا انت يا احد قريب منك تطالع من عملية يمكن اه او وجع بالظهر باللي يمكن بالاه اقدام او بالظهر اكتر اه ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيكون فيه استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعذاب من برج التور رافضين الهم فترة او ما بيعطوا ابدا امجال إلا الجنس الآخر أنه يدخلوا فيه علاقة ولكن أنا نشايفه بنهاية فيه شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج الدور ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنت الشاب برج الدور ممكن يتقدم لبنت العازب اللي ما عنده علاقات أو أنه حدا منفصل عنه أعزب تماما أو مطلق أو أرمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب فممكن أن يكون فيه فكرة زواج ولكن بدون علاقة يعني ما فيه علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن أنها تكون بهذا الشهر هاي الفرصة خلينا نشوف اللي عم بيفكروا وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش مش منتبه أنت يا برج الدور فيه شخص من برج مائي أظن أو هوائي هذا الشخص عم بيراقبك من بعيد هذا الشخص معجب وعم بيدرس الأمور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة لللي عندهم شريك واضح أو ضامرين على الشريك الآن عنده مشاكل كتير عنده استدامة في العمل عنده مشكلة بالعمل ممكن عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته أحسن عم بتواصل معاك روحانيا حتى لو كان بعيد عنك عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام الأوراكلز إذن برج التور هل في تحذير عم بيحذر أكتر إشي مش كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة أو انتحانات الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم أن الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك أنت وجهدك أنت ويمكن أقل شوي يعني حاول على قد ما تقدر أنه تركز في الموضوع لأنه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير إذن إجا مش لكل برج التور للي عم يدرسوا بيشبه شوي وضعه أو بيشبه حياته وما ننسى إنه الإنسان يعني من فصيلة من أي فصيلة كل هاتنا بنعرف بيقولك إنه التجارب اللي أنت بريزنت اللي هلأ عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الآن هي بتخدم موضوعك أو هدفك أو يعني الأمور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الأشهر هاي الفترة عم بتكون بتصب بمصلحتك مثل ما أنا قلت لك بالشهر الماضي وإنت فقط استقبلها بصدر رحب وما تتوتر كتير لأنه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي إنه في مفاجآت أو تغييرات من حوله فلأ عم بيطمك الورق وبيقولك إنه يعني شفت الأفعة كيف عم بتكون بتلفلف حوالين الشغلات وكذا بيقولك أنت تكون فلكسبل متل هيك يعني اخلق من العثرة اخلق من العثرة شي مفيد إلك خلي الأمور تنعكس لصالحك أحيانا بنكون بظروف كتير سلبية ولكن بحركة صغيرة الزكية بشوي نحرك مخنا شوي بتنقلب كل الأمور لصالحنا إحنا بيقولك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام أنت في ظلام أو في ظلمة من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الأمان كنت عم بتحس بيقولك السعادة أو النورانية أو النور من داخلك فأنت ارجع لنفسك The light is here الضوء أو الإنارة أو يعني هذا الموضوع بيكون داخلك أنت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بيحكي لنا لبرج التور أنه بيكفي تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة أنك أنت كبير بالسن أو تفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة أكبر من عمره فهون عم بيقولك عيش حياتك عيش سنك أنت ما تتنكد على حالك بسبب أمور أنا ما بقول إنه برج التور يعني نكد أو كذا لأ بس هو شوي بيكبر الأمور هاي الفترة عم بيضخم الأمور فبيقولك لأ يعني عيش حياتك عيش سنك اليوم اللي بيجي